جميل أعود لضيفي من لندن الدكتور عماد الذكير دكتور عماد توقفت أن هناك كان من المفترض أن يكون هناك مئة شركة من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكندية مقرر لهم زيارة للمملكة حدثنا عن أبرز القطاعات وأبرز الأجندة التي كانت من المفترض أن تعرض في هذا المجلس المجالات التي كانت دعوتنا لهم وأيضا مجال زيارتنا لهم كانت في مجالات عدة التي كندا من أهم الدول في العالم فيها من مجال الصحة والطب والتعليم إلى مجالات المواصلات الآن عندنا شركة بومبارديي في مترو الرياض وفي مشاريع أخرى كبيرة هم جزء منها الآن وكان لهم مجال أن يكونوا أكبر بكثير في مجال الطيران عن طريق الشركة نفسها واحدة من أهم الشركات التي عندها طائرات خاصة للمسافات المتوسطة والقصيرة كثير من الشركات المتوسطة والصغيرة في مجال المالي الفنتك في المجال الزراعي في مجالات تصنيع بعض المعدات بعض الأجهزة إلى كثير من المشاريع الكندية في السعودية بين شركاتنا الكبرى الخمسة السابق ورامكو وشركة الكهرباء وشركة تحليل المياه والسعودية في كثير من قطع الغيار التي بدل ما تشترى من كندا بسعر 10 دولار ممكن تصنيعها في السعودية يكون لازيد عن دولار أو أقل فكانت الفكرة أنه نجلب الشركات المتوسطة والصغيرة هذه إلى المملكة التي تشارك السعوديين وكثير من المستثمرين السعوديين في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة لإنتاج هذه فتسهل كثير إن كان أرباحا أو تكلفة أو أيضا كونها الاجهزة والمعدات هذه تكون موجودة لدينا ولا حاجة إلى شراءها من خارج ولكن للأسف لن يتم هذا في ظل الظروف الحالية قبل حوالي سنتين دعينا 76 شركة من كندا على حسابنا الخاص كمجلس العمال السعودي الكندي واجتمعنا معهم في السعودية وتمت شراكات كثيرة وتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة من هذه ولكن أيضا زي ما ذكرنا في ظل الظروف الحالية لن يتم هذا